إذن لابد نتعلم السيرة كان السلف الصالح يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الليلة نجعلها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني نتأسى به عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن الثمرة ما الثمرة ما النتيجة ما الفائدة الفائدة أن من سار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا كان الجزاء من جنس العمل يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد أناس عن حوض عليه الصلاة والسلام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك يقول سحقا سحقا يعني أهل البدع لا يمكن أن يكونوا أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس انقسموا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى طرفين وسط قسم يغلو فيه عليه الصلاة والسلام مدحن حتى اللهوه وقسم يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم قدحن وقسم يتوسط هم أهل السنة والجماعة فهو عبد عليه الصلاة والسلام لا يعبد ورسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب